موسيقى عشنا هناك منذ الصبر جمع يا حبيب جمع يا حبيبة هي مغربية تزم بالشبيبة هي في الأقول هي في القلوب هي إلينا جد قريبة عشنا هناك فوق الهضاء عشنا هناك فوق الربا عشنا هناك منذ الصبر 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 قلوبنا فرحانة قلوبنا تهيج هالا الجمعية جمعية عميج كل الشباب تحيا الجمعية تقلص بالنشاط والتعبية تقلص بالنشاط والتعبية كمال الكادمي الملقب بحديدة ودوان أشكرهم على تأميتهم تعوى لحضورة اللقاء وكان أقول لهم أنكم وركم في داركم يعني في البيت الأميجي كمال يفوتوني أن أشكر إخوان ثمانا لحضرين للوقوف أمام إخواني أخ كامر الأخ ناصر كما يفوتون أيضا أن أشكر جميع مكاتب الفروع جهة لحضراء وكذلك الإخوان أعضاء أعضاء المجلة الإدارية وكذلك قدماء جمعية جهة درب الاسطة وأقول لكم أمسية فنية متميزة مع الإخوان وشكرا هذه مناسبة جميلة جدا في أحضان الجمعية المغربية طبيعة الشبيبة اللي كان أعتبرها جمعية الأم ديالي لأنه في الكنف ديالها تعلمنا أباجادية المصرحة أباجادية الفنون وأيضا أباجادية العمل الجمعاوي فتكريم الآن اللي كانت نضم الجمعية في حقه وفي حق الصديق كامال كاديمي هو وسام فخر لنا وأيضا تحفيز لنا أننا نستمره في المصار ديالنا لأننا لا نعتبروش رأسنا اليوم مكرمين ولكن نعتبر رأسنا أننا نحتفلو مع عائلة ديالنا الثانية لأننا كن وجوهنا سنوات لم نشتهمش اليوم ما نشوفهم وهذا هو الجمعية المغربية طبيعة الشبيبة أنها عائلة كبيرة وعائلة مهما يعني حلق المرء إلا وكي يرجع لها لأنها كانت تبقى المدرسة الأولى كل شيء كان نحرط في المخيمات يجب أن نرجعوا هذه العادة وكانت من أسميتها العادة لأنها كانت مهمة للطفل ومن هكي يعرف الحياة إذاً يجب أن نرجعوا للطفل للجمعيات ويجب أن نحركوا دور الشباب ونحركوا الأنشيطة لكي تخرجوا من هذه المستنقعة التي نعيش فيها وشكراً وشكراً الجديد هو المصراحية التي كنا نضربها الآن في المسارح المغربية وهي باداد من إخراج أمين ناسور وكنا نجذبها في المصراحية أسميتها مولا نوبا مع فرقة النورس